السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلالي وصحبه وموالاه تكلمت في فيديوهين سابقين عن الإخلاص وتعريف الإخلاص والفيديو الثاني عن ثمرات الإخلاص هذا الفيديو أيضا نحن نتكلم عن الإخلاص ولكن هل هناك أضرار لعدم الإخلاص؟ نعم أحبتي في الله كما أنه للإخلاص فوائد وثمرات له مضار لمن لم يخلص في عمله لله سبحانه وتعالى من هذه الأضرار عدم دخول الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها فانتبهوا أحبتي في الله من أضرار عدم الإخلاص أحبتي في الله دخول النار يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار حديث خطير أحبتي في الله طبعا رواه مسلم ولو انتبهنا إلى الحديث أحبتي في الله لو وجدنا أن النار أول ما تسعر لا تسعر بالقاتل والزاني وشارب الخمر والسارق بل تسعر بقارئ للقرآن والعالم والمتصدق والمجاهد وكل ذلك بسبب الرياء وهذه طامة كبرى فانتبهوا أحبتي لماذا هذه الدروس ولماذا الإخلاص تحديدا بدأت فيه اللي هو بسلسلة أعمال القلوب لازم ننتبه ونركز أنه نخلص نوايانا وأعمالنا لله سبحانه وتعالى هذه مهمة جدا 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 خاصة في ظل السوشيال ميديا الآن والتواصل الاجتماعي وهات يا منشورات وانشر وشعارات وكأنه سبحان الله العظيم الإمام البخاري ينشر في الفيسبوك فانتبهوا أحبتي في الله الشعارات الفيسبوكية شيء والحياة والواقع شيء آخر أفعال أعمال سلوك أخلاق هذا هو دين الحق ليس مجرد كلام طبعا وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار لأنه لم يكن مخلصا وهي هذا الحديث طبعا واضح تمام ولا يحتاج إلى شرح فانتبهوا الضرر الآخر الضرر الثالث من أضرار عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى عدم قبول العمل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شيء له فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه من أضرار عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى ضياع ثواب العمل وأجره قال تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هذا في سورة الفرقان الآية 23 وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول للمرأين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء وبهذا الحديث حبتي في الله ينتهي فيديو هذا اليوم تكلمت فيه عن الضرار عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى اللهم تقبل منا مالنا خالصة لوجهك أنا صلى الله القبول لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته